الدرس 12 اسم الدرس دون عربة عندما كبح السائق سيارته في المحطة أحسست بفرحة عارمة تغمرني فرحة اللقاء بالمكان والأهل والأحباب ومصافحة الوجوه التي اشتقت إليها طويلا حملت بيمناي حقيبة بها ثياب جديدة للأولاد والزوجة ويسرع سلة بها بعض الفواكه والغلال الظلام يلف المدينة والشوارع مقفرة وعلي أن أحزم أمري في السير حتى أصل إلى بيتي بالقرية بعد ثلاثة كيلومترات الطريق خالية إلا من بعض الشاحنات الذاهبة إلى حقول النفط أو الآتية من البرمة وعادت بي الذكريات إلى سنوات خلت تذكرت عربة الخبز التي كنت أدفعها أمامي كل صباح كنت أنهض باكرا وأتوجه إلى المخبزة وعند الفجر يخرج الخبز من الفرن فأغطي قاع العربة بكيس من الخيش وأضع الأرغفة فوقه مصففة منضدة ثم أسرع بدفع العربة أمامي عائدا إلى القرية وهناك أطوف على الدكاكين أعطي كل دكان كمية خبزة وأحرص كل الحرص على أن تتم العملية قبل السابعة صباحا كانت رائحة الخبز الساخن لا توصف وكنت أدفع العربة بجد كبير وأبذل جهدا في ذلك وأنا أصعد المرتفعات وبعد الفراغ من التوزيع أعود إلى البيت وبالعربة خبزتان ثم في آخر العشية أمر من جديد على الدكاكين أجمع ثمن الخبز المبيع وأضع الخبز الذي لم يبع في العربة وأدفعها من جديد إلى المدينة ومع المغرب أكون قد حسبت الخباز فيعطيني عندها أجرتي وأقفل إلى البيت لأعود من الغد باكرا إلى العمل ذاته مرت شهور وأنا أدفع عربة الخبز كل صباح وذات يوم قررت البحث عن عمل آخر فساقتني قدماي إلى العاصمة وها أنا اليوم أعود لأقطع المسافة بين المدينة والقرية ولكن دون عربة أكتشف 1. أقرأ العنوان وأختار فرضية يتحدث النص عن بائع خضروات متجول سائق سيارة أجر بائع خبز اختياري سيكون بائع خبز لأنه الوحيد الذي يمكن له الاشتغال من دون عربة عكس البائع المتجول 2. أقرأ النص لأتأكد من سلامة فرضيتي بعد قراءتي للنص تأكدت من صحة فرضيتي 3. تقع القرية في الجنوب التونسي أبحث عن قرينة تؤيد ذلك القرينة الدلة على أن القرية تقع في الجنوب التونسي هي الطريق خالي إلا من بعض الشاحنات الداهبة إلى حقول النفط أو الآتية من البرمة 4. أشرح ألف أعود المفردة المسطرة معتمداً السياق الذي وردت فيه كبح السائق سيارته كبح أي أوقف ركن إذن وبالحفاظ على المعنى الأول تصبح الجملة ركن السائق سيارته أوقفها وعادت بي الذكريات إلى سنوات خلت خلت أي مضت بالتالي الجملة تصبحك الآتي وعادت بي الذكريات إلى سنوات مضت باء أبحث في المرجم عن معنى تغمر بالرجوع إلى غا ما را غمر يغمر غمر الشيء أي غطاه أعمق فهمي 5. العمل الذي كان يقوم به بائع الخبز شاق أقرأ قرائناً من النص تؤيد ذلك القرائن الدلت على الصعوبة وشقاء العمل الذي كان يقوم به بائع الخبز هي كنت أنهض باكراً وأتوجه إلى المخبزة أطوف على الدكاكين أعطي كل دكان كمية خبزة وأحرص كل الحرص على أن تتم العملية قبل السابعة صباحاً وكنت أدفع العربة بجد كبير وأبذل جهداً في ذلك وأنا أصعد المرتفعات في آخر العشية أمر من جديد على الدكاكين أجمع ثمن الخبز المبيع وأضع الخبز الذي لم يبع في العربة وأدفعها من جديد إلى المدينة ومع المغرب أكون قد حسبت الخباز فيعطيني عندها أجرتي وأقفل إلى البيت لأعود من الغد باكراً إلى العمل ذاته ستة هل كان هذا العامل مخلصاً لعمله؟ أدعم إجابتي بقارنتين على الأقل نعم كان هذا العامل مخلصاً لعمله كنت أنهض باكراً وأتوجه إلى المخبزة وعند الفجر يخرج الخبز من الفرن فأغطي قاع العربة بكيس من الخيش وأضع الأرغفة فوقه مصففة منضدة ومع المغرب أكون قد حسبت الخباز فيعطيني عندها أجرتي وأقفل إلى البيت لأعود من الغد باكراً إلى العمل ذاته مرت شهور وأنا أدفع عربة الخبز كل صباح أحلل سبعة ماذا تذكر الكاتب عربة الخبز؟ تذكر الكاتب عربة الخبز وهو في طريق عودته إلى القرية بعد عودته من العاصمة ثمانية وردت في النص أعمال قام بها الكاتب وهو في القرية أسجلها مرتبة الأعمال التي قام بها الكاتب وهو في القرية هي كالتالي يقوم بتوزيع كميات الخبز على الدكاكين في الصباح الباكر وقبل حلول الساعة السابعة يعود إلى بيته بعد تزويده الدكاكين بالأرغفة حاملاً معه خبزتين في آخر العشية يعود مجدداً للدكاكين لجمع ثماني الخبز المباع يجمع الخبز الذي لم يبع ويضعه في العربة ويدفعها من جديد ويتجه إلى المدينة أبدي رأي تسعة أجيب عن السؤال ما رأيك في نقل الخبز بهذه الطريقة؟ طريقة نقل الخبز بهذه العربة لمسافة ثلاثة كيلومترات تخلف التعب والإرهاق لصاحبها وتأخذ منه الكثير من المجهود والوقت مقابل الحصول على مبلغ زهيد